قال وزير الصحة دكتور محمود الشياب إنه لم يصدر عن الحكومة أي قرار بوقف الإعفاءات الطبية التي تمنحها رئاسة الوزراء لغير المؤمنين صحيا وفي بيانا أصدرته الوزارة أشار الشياب إلى أن الحكومة مستمرة في منح الإعفاءات وأن ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول وقفها غير صحية الشياب أوضح أن الإعفاءات تمنح لغير المؤمنين للعلاج في المستشفيات التابعة للوزارة وفي حال عدم توفر الخدمة الطبية يحول المريض إلى مستشفيات خارج نطاق الوزارة أسوة بما هو متبع حيال المشتركين والمنتفعين بالتأمين الصحي المدني